اشتركوا في القناة كوريا الشمالية وأمريكا وسالفة النووي أعرف وضعنا الكويت الخليج الوطن العربي في نظريتك أولا أنا سعيد أن أكون معكم هذا المساء اثنين أنك تصفني بالموسوعة سترفع من توقعات الناس وأنا مشتري الموضوع الثاني أنا أعتقد أن هناك صراح في العالم والتغيرات الحادثة في الكثير من الدول اتخابات الأمريكية يعني الأوضاع العامة في أوروبا إلى آخره وبالتالي أنا أعتقد هي محاولة مثل ما تقول يعني النظر إلى القوى المختلفة وموازينها في الوقت الحالي إنما ما هو مكتوب في بعض وسائل الإعلام أننا أمام حرب عالمية ثالثة وكذا أعتقد هذا مبالغ فيه لأن الجميع يعرف بأن يعني هذه الحرب لو قامت فالبشرية بالتأكيد سوف تفنع إحنا وضعنا الحقيقة أيضا في منطقة الخليج ومنطقة العربية أيضا قير مستقر يعني إحنا مرينا بمرحلة صعبة التي سمناها الربيع العربي وتغيرت مجموعة من الأنظمة وحتى الآن لم تستقر عندنا حرب أهلية في العراق حرب أهلية في سوريا حرب أهلية في ليبيا لبنان قير مستقر عندنا حرب أهلية في اليمن فمثل ما أنت شايفي يعني الحرائق كلها حوالينا الله يستر الآن المفروض أن ننقذ أنفسنا تقديري أنا بأن الخليج دول الخليج على الأقل هي أكثر استقرارا لأسباب مختلفة في مرحلة من المراحل 2005 في مجلة اسمها أراء الخليج تصدر في السعودية كانت في دبي وانتقلت إلى السعودية من مركز دراسات سعودي اسمها أراء حول الخليج يطلبوا مني بعض الأوقات مقالات ف2005 نشرت مقالة عندهم اسمها يعني عنوانها تغيروا غيروا أو تتغيروا كان واحد متوقع يعني في أمور أنت تشوفها لها مقدمات توقع النووي لا توقع تغيير لحدث هذه العاصفة الربيع العربي فأنت عادة في يعني في العلوم الاجتماعية بشكل عام في علم الاجتماع السياسي بالذات تجد مجموعة من الظواهر هي مقدمات لما سوف يحدث لذلك أنا عندي شعور بأن مرحلة الاضطراب هذه سوف ينتج عنها بتأكيد أشياء قد نرغبها وأشياء قد لا نرغبها الله يستر إن شاء الله يا رب الله يستر وإذن الله نحن نتفائل آمين ونقضح مولنا على رب العالمين مثل ما يقولون دكتور خلينا ندخل في موضوع كونك أول رئيس تحرير كويتي لمجلة العربي وأيضا أمين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب على مدار ثلاثين عام إن شاء الله طبعا مجلة العربي شهادة مجروحة فيها أنا أذكر كنت طالبة بعد التحرير في الأكاديمية السعودية اللي في واشنطن كانت تصلنا بعض الأعداد من مجلة العربي وكانوا الأساتذة في المدرسة من العراق ومن اليمن ومن فلسطين ومن الأردن يتهافتون علينا إحنا الكويتين من عنده نسخة من مجلة العربي العدد الأخير وكانوا يفرضون على الطلبة قراءة بعض المقالات أو الأمور اللي منشورة في هذه المجلة خلنتكلم عن تاريخ هذه المجلة من الثمانينات أو يمكن قبل هي ما أنا متأكدة بصراحة لا هي قبل قبل بكفير هي صدرت في ديسمبر ثمانية وخمسين ثمانية وخمسين ثمانية وخمسين وبعدين كان أول رئيس تحرير لها أستاذ كبير وكان وزير سابق في مصر اسمها المرحوم أحمد زكي وبعد ذلك جاءها الأستاذ أحمد بها الدين وأنا أخذت من بعد بها الدين إلى واحد وثمانين أنا بدأت معها في واحد ثمانين نعم الفكرة الرئيسية كانت يعني الكويت يعني هذا قبل استقلال الكويت كانت يعني تنظر إلى أن تقدم نفسها إلى العرب وبالتالي وكان اللي يطول في عمره شيخ صباح هو وزير شؤون وقتها وهو اللي فكر مع اثنين أو ثلاثة منهم المرحوم أحمد الثقاف ومنهم المرحوم بدل خالد يعني بدأوا التفكير في هذه المجلة وبعدين استدعوا الأستاذ أحمد زكي فأحمد زكي عمل هذه المجلة هو كان رئيس آخر شغلة كان رئيس تحريق الهلال المصرية وبالتالي هو عمل مدل عربي على مجلة الناشنال جيوغرافك مجازين اللي صال لها مئة وثمانين سنة تقريبا تصدر في أمريكا وبالتالي صدرت هذه كانت عبارة عن باقة من الموضوعات الثقافية الجادة يعني أولا كان في دعم مالي جيد للعربي كان في سقف حريات أيضا للعربي لأن الثقافة لا يمكن تطور إلا بوجود حريات في المجتمع وكان المجتمع العربي وقتها بشغوف بأن يتعرف على بعضه لذلك كان أشهر يمكن زاوية في مجلة العربي وذلك الوقت أعرف وطنك أيها العربي نعم واستمرت يعني فترة بتأكيد كانت متميزة وأنا سميها دائما أنها كانت يعني سفينة القيادة خلينا سميها للثقافة الكويتية وحاليا وعرفت العربي حاليا يعني المؤسف أنها مرت بشيء من الاضطراب في الفترة الأخيرة نعم ولكن أنا أرجو يعني من خلال هذا المنبر أنه إخواننا على أعلى مستوى في هذا البلد يعني يهتموا بعادة مجلة العربي إلى ما كانت عليه في السابق شنو اللي اختلف الحين دكتور اختلف أولا كان توزيع كبير بالتأكيد فيه ظروف أخرى أيضا لأن إقبال أيضا القارئ العربي الآن صار في تويتر فيسبوك وتلفزيون ملوط من أماكن أخرى لكن كان ممكن أنها تستمر لأن في مجلات أخرى استمرت يعني ناشنال جيوغراف ماجزين عملوها أخواننا في بوظبي باللغة العربية والآن منتشرة انتشار كبير ودكتور كان في ملاحظ عندنا مجموعة الحقيقة من المفاعيل الثقافية يعني أنا أعتقد الكويت لا زالت هي مصدر من مصادر الثقافة العربية عندنا عالم المعرفة عندنا عالم الفكر عندنا عدد كبير من المجلات عندنا مجموعة من المجلات العلمية في جامعة الكويت فكل هذا هل هي منتشرة هل هي معروفة بالشكل المطلوب عالم المعرفة هو كتاب مثلا على سبيل مثال عالم المعرفة هي كتاب يصدر شهريا نعم أكبر عدد من النسخ الذي توزع يعني يطبع من الكتاب خمسين ألف نسخة شهريا نعم ويتناولوها يعني أعدادها ما تبقى في السوق العربية من الجزائر غربا إلى مناطق الشرقية نعم وبالتالي العمل الثقافي الكويتي الحقيقة عمل مهم وإساسي مميز صحيح العربي كم كان يصدر مجلة العربي كم كان يصدر لما تركتها كنا نصدر ثلاثمية وخمسين ألف نسخة وحاليا حاليا قيل لي أنها في حدود الخمسين ألف من ثلاثمية وخمسين هكذا قيل لي ودكتور كان في ملاحق بعد وراحت كان في العربي الصغير كان في ملاحق العربي الصغير وكان في كتاب العربي نعم بس هذي ألغو أعتقد صار في صار في تغييرات في الفترة الأخيرة نعم يمكن هذا على موضوع المجلة العربي وبعدها ما شاء الله يعني حضرتك أيضا كنت رئيس في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب هذه كانت الفترة من سنة تغريبا أي سنة كانت بساكة المنصدات أعتقد 98 إلى 2004 أو شيء من هنا تكلم عن المرحلة أبي دكتور يعني شوف أنا يعني أعتقد أن اللي يهم المستمع الآن هو موضوع الثقافة يعني مركزية الثقافة في التطور الاجتماعي أولا نتكلم عن يعني ماذا تعني الثقافة الثقافة لها معنيين بسرعة شديدة يعني المعنى الواسع للثقافة والمعنى الضيق للثقافة المعنى الضيق للثقافة هي اللي نسميها برامج الثقافية يقول المشرح ثقافة الموسيقى ثقافة الكتابة ثقافة هذه كلها برامج ولكن الثقافة بمعناها العام هي تحقق ثلاث أشياء التي هي تحقق المعرفة وتحقق المهارة وتحقق موقف إيجابي من الحياة ف لهذا السبب يعني إذا كانت بعض عناصر ثقافته مضادة للتنمية أنا أذكر مثلا عملت مراجعة لكتاب في مجلة العربي بالزمان اسمه المعجزة عنوانه المعجزة كتبه واحد فرنسي اسمه ألم فليت هذا الرجل درس العالم لمدة عشر سنوات وكان وزير الثقافة في مرحلة في فرنسا درس العالم لمدة عشر سنوات وتبين أن كثير من الشعوب متماثلة متماثلة في عدد السكان في الموارد في المناخ إلى آخره ولكن شعوب نمت وشعوب لم تنمو وفسر عدم النمو بسبب عناصر في الثقافة بمعنى أن الثقافة هي قاطرة مهمة للتنمية الثقافة في حياتنا العامة سلوكك في الشارع ثقافة موقفك من الآخرين ثقافة اهتمامك بالوقت ثقافة لا دائما نقول هذا ثقافة تشذي وهذا ثقافة لا بس بشكل عام إذا بننظر إلى هذه العناصر من الثقافة دكتور وطبقناها حالياً على المجتمع الكويتي شون تشوفها؟ يعني خذي مثلاً ثقافة العمل نحن نعرف طبعاً في عاملين كويتيين جيدين ولكن في الغالب هناك تباطؤ تباطؤ هذه الكلمة الدبلوماسية في العمل حاولت تجملها شوية حاولت تجملها شوية وبالتالي ثقافة العمل ثقافة التعليم مثلاً اليوم في جامعاتنا أول سؤال يسألوا الطلاب أو الطالبات أول ما تخيلهم كأستاذ أنت أستاذ لو سمحت نام شنل ملغي عنه أي يبيب شيريه هذا يدلك على نوعية ثقافة أنا عادة يعني أقولهم أنتم بناتي وأولادي وأنا أحبكم كثير فراح ألغي عنكم أشياء كثيرة الغلاف الأول والغلاف الأخير من الكتاب وبالتالي يعني هذه أيضاً ثقافة لأن الدافعية للقراءة الدافعية للاهتمام بالمجتمع نعم أنا حتى يمكن أنت تكلمت عن التصرف بالشارع التصرف اتجاه الآخرين لما نشوف ارتفاع مستوى العنف عندنا وأيضاً كثرة خنقول جريمة ارتفاع مستوى الجريمة الخلافات التي تحصل بالشارع تقريباً بشكل يومي إذن أنت كانت تقول أننا نحن في منحدر خطر أنا أصور كذلك أنا أعتقد حتى السياقة في الشوارع هي ثقافة يعني ثلاثين في المئة من المشاكل في الشارع هي ثقافة نعم وبالتالي يعني أنا أعتقد هذه يجب أن تددعى لها الأسرة المدرسة الجامعة نحن كمجتمع المجتمع المدني إلى آخره التوعية ولكن بالتأكيد عندنا مشكلة في هذا الأمر أيضاً ثقافتنا السياسية ثقافة محدودة أقصد فيها بعد أن نتكلم عنه في تلفزيون المجلس يعني واضح بأن هناك شقاق سياسي كبير نعم كثير مننا لا يصب في مصلحة المجتمع في تقديري على الأقل عندنا مشكلة في التعليم مستوى التعليم مع الأسف الشديد يتراجع يتراجع لأسباب كثيرة يعني منها تدريب العنصر الذي يعلم ومنها أيضاً ومنها الدافعية واحدة من القضايا دائماً نتكلم فيها هي ربط الوظيفة بالشهادة يعني هذه أيضاً واحدة من المشاكل التي تواجهها وعلينا كله أن نقوم بحلها نعم إن شاء الله سنكمل حوارنا في هذه النقطة المهمة لكن بعد الفصل استمرين معكم الدكتور محمد الرميحي دكتور حضرتك يوم كنت رئيس طبعاً في منصب الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في سنة 2000 أقمت أو يعني حدث عندنا للكويت صارت هي عاصمة الثقافة العربية يعني حقيقة كنت محظوظ لما كنت أمين عام المجلس الوطني لأنه كان مجموعة من الشباب والشابات يعملوا معي وطلعت فكرة العواصم الثقافية وكانت مستمرة يعني فقدمنا الطلب وبعدين وافقنا على أن نكون الكويت عاصمة الثقافة العربية أعتقد 2001 بجانب هذا عملنا مجموعة من المشروعات وقتها واحد من المشروعات أننا وضعنا عالم معرفة كتاب على المعرفة ديجيتل يعني حطينا متاح للجمهور تقنياً وعملنا أيضاً مشروع مع الأسف معرفة إذا كان توقف أو لازال ماشي هو تقديم بعض مشروعاتنا الثقافية للمكفوفين يعني نطبع كتبنا أو بعض كتبنا بطريقة برايل نعم وحنا عندنا مطبعة هنا المطبعة للجماعة المكفوفين أعتقد تبرع فيها المرحوم جاسم الخرافي رحمه الله الله يرحمه فأعتقد هذه واحدة من المشاريع اللي أنا كنت معتز فيها ومجموعة من المشاريع الأخرى اللي بدأت 2001 وعملنا مجموعة من أعتقد عملنا أيضاً بعد فترة طويلة من التوقف مهرجان للسينما الآن أعيد هذا المهرجان للسينما وهذه واحد من الفنون المهمة جداً يعني السينما والمسرح لازم أقول لك أيضاً بأن إحنا قديمين في موضوع الموسيقى نعم وقديمين أيضاً في موضوع المسرح صح محد يخطي وبالتالي هذه يعني أدوات مهمة جداً اليوم ما تقدر تشوف أنت مسلسل خليجي إلا إذا كان في واحد أو اثنين أو يعني سيدة أو أكثر من الكويتيين أو الكويتيات فعندنا هذا مخزون يعني لذلك قلت عنا أن نحن يعني علينا واجب أن نلفت النظر إلى أهمية الثقافة في المجتمع نعم أهميتها في تحسين سلوكيات الناس هذا كان هدفك دكتور نعم وأهميتها أيضاً في وضع الكويت على خالطة العمل الثقافي العربي نعم بس دكتور في ذاك الوقت نقول في الثمانينيات في التسعينيات هل كانوا الناس أكثر تقبولاً للثقافة مما هم عليه الآن بشكل عام الثقافة يعني شيء حي يتطور دائماً مع المجتمع أعتقد لازال لدينا يعني عناصر في الشغف لازال موجود للمسرح للموسيقى للسينما عندي دليل الآن على هذا الموضوع نعم نحن في نهاية الأمر عملنا مسرح ضخم وهو الأوبرا صحيح وبالتالي هذا دليل على أن الدولة والسلطة مهتمة بهذا الموضوع بس علينا أن نعمل ترويج علينا أن نتحدث عنه نتحدث عن أهميتها نعلم أطفالنا أهمية الموضوع الثقافي نعتني بالرموز الثقافية عندنا الرموز الثقافية مهمة في المسرح في الموسيقى في المجال في الرياضة في الرياضة الرياضة أيضاً ثقافة وبالتالي طبعاً هي ثقافة الجماهية في الكتابة الحقيقة وبعض زملائنا حصلوا على جوائز عالمية نعم في هذا الأمر بس يعني في نهاية الأمر موضوع الثقافة موضوع مهم ومثل ما قلت لشعانة أنه الناس تتقد أو الشعوب تتقدم بسبب وجود ثقافة ما وتتأخر بسبب وجود ثقافة أخرى دكتور يعني أنا لاحظت أنك ما تطرقت نهائياً إلى المدرسة نعم لا المدرسة مهمة مدرسة مهمة لكن أيضاً يعني أنا أعتقد أن المدرس هو الأهم يعني في حديث كثير مثلاً حوالينا على أهمية المنهج هذا هو المنهج مهم ولكن المدرس أيضاً مهم يعني مثلاً في البلدان المتقدمة ثقافياً أنا لا أقصد أمريكا ولا أقصد بريطانيا ولا أوروبا إنما حتى جنوب شرق آسيا يهتم بالمدرس تدريب المدرس مستوى معيشة دخلة كل هذا يعني يهتم في أكثر من اهتمام أي موظف آخر جميل فهذا موضوع مهم يعني نشوف دكتور حالياً للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب أنشطة طوال العام صحيح وطبعاً نشوف فرق تأتي من خارج الكويت وتشارك في مهرجان لغرين وغيرها من المهرجانات استيراد الثقافة الخارجية هذا هل هو جزء من تطوير الثقافة التي تطمح له؟ يعني ما في شيء يسمى استيراد إذا سمحتي لي لأن استيراد كلمة قوية كثير يعني لأننا من تتيب مثلا تلاقح ثقافي نعم موسيقى غربية أو رقص غربي ومسرح من الخارج تلاقح ثقافي بس لاحظة أيضاً في عندنا مجموعات من الناس بينظروا إلى هذا النوع من النشاطات وكأن خارج السياق هذا تعبير دبلوماسي حتى ما أقول شيء آخر يعني كان يوم دبلوماسي معنا وهذه مشكلة طبيعتي وهذه مشكلة الحقيقة لأن الناس ليس فاهمين أهمية هذا العمل أهمية الموسيقى أهمية قبول الآخر أهمية التوافق المجتمع الكويتي التقليدي هو مجتمع توافقي مجتمع فيه مجموعة من الثقافات التعددية الداخلية وبالتالي الناس تقبل بعضها بسبب يمكن التسييس بسبب بعض الأفكار التي طرعت على المجتمع حديثاً ليس على المجتمع الكويتي ولكن على المجتمع العربي بشكل عام طلع التيار متشدد متزمت مع الأسف الشديد وهذا تزمت أيضاً بتشوفيه حتى في وسائل التواصل الاجتماعي هناك كثير من الأمور التي توزع الآن وهي ما أنزل الله بها من السلطان أنا أسميه أيضاً نحن نقبلها في بعض الأوقات أو بعضنا يقبلها بسبب عدم وجود المناعة الثقافية يعني لا يوجد شيء على الواتساب أو على فيسبوك وتقبليه بشكل مباشر لا بد أن يكون عندك فلتر يعني يمحص هذا الأمر واحد يرسل لك مثلاً شغلة ويقول لك أرسليها لعشرة وأنتي مش عارف راح يصيل لك كذا تسمع خبر سار هذا قبل دكتور رحم حديث لا موجودة لا موجودة هناك أشياء كثيرة هذه واحد من الثاني يا ما شركات الاتصالات تعملها عشان توزع هذا أو يعني بعض العقول يعني هذه واحدة من الإشكاليات لهذا السبب فإن الفرد في هذا المجتمع تصب عليه كثير من الأفكار بعضها يبدو كمعلومات ولكنها ليست معلومات دقيقة يعني دكتور كنا تقول بأن مناهجنا بالكويت مناهج الطلبة فيها تقصير كبير لأن مهما يكون المدرسة هي اللي قاعد تعطينا المعلومات هي تعطينا المهارات هي مش المنهج هي مهج المدرس المدرس أو المدرسة رأيك مناهج الكويت إذا مطلع عليها دكتور وأكيد طبعا مطلع يعني مطلع على بعضها ويعني شا أقول لك يعني لا أقول الصج دكتور يعني مثلا يعني أقول لك مثال بسيط اللي هو أنا أزعجني ولكن راح أقول لك أنا مثلا نشرت في مجلة العربية مجموعة من المقالات اختاروا بعض إخواننا اللي يكتبوا المناهج مقالة ومقالين حطوها فترة فترات استدعوني بعض المناطق التعليمية للحديث كان فيه واحد منهم مهم يعتقد أنه مهم هو بعنوان التسامح كيف نتسامح من الآخر إلى آخره إلى آخره تعرف في المرحلة هذه مرحلة الثانوية يحط لك النص ويحط الأسئلة فلفت نظري بأن النص التسامح وهو نص طويل طبعا رحت أنا وشرحت الموضوع إلى آخره بس لما شفت الكتاب استقرأت من السؤال الأول السؤال الأول ربما عن حسنية يعني نعم قال كيف تعرف بأن كاتب المقالة مسلم وأنا اسمي محمد مكتوب مكتوب محمد هذا اختبار ذكاء اختبار ذكاء هو يبي يفتح موضوع مع الطلاب يعني ما تعرف أنت ومثل ما تلاحظ أنت وضع المناهج أيضا يحتاج إلى خبرة وإلى تصور أفضل بس المشكلة أيضا في المدرس نوعية المدرسين مستواهم عندنا طبعا مدرسين جيدين ولكن تدريب المدرس إلى آخره والمدرس لازم يكون أيضا واعي ثقافيا لمكونات المجتمع يعني إذا كان إذا عرضت أنت طفل أو طفلة لمدرس متشدد أو متعصب هذا الطفل بيطلع متشدد يعني وهذا طبعا بيصب في المجتمع بعد ذلك سلبيات لهذا السبب فإن موضوع تعرف المناهج الآن صارت صارت يعني بطاطا ساخنة مسيسة جدا جدا إذن أنت ما تغيير المناهج أنا أنا مش تغيير المناهج أنا مع تنقية المناهج من الموضوعات الموضوعات الكراهية نعم إذا سطعنا أن ننقي مناهجنا من موضوعات الكراهية فإحنا بنعمل خطوة إيجابية كبيرة دكتور خلان ننتقل للصحافة شوي لو حبيت أنك تقيم الصحف أو الصحافة الكويتية بشكل عام هل أنت شايفها صحافة تهتم أكثر بالشأن المحلي بما أنه صار الجميع يهتم بالسياسة وبمجلس الأمة وأخبار الحكومة وغيرها أم هي فعلا لا زالت متوازنة ما بين الأخبار المحلية والأخبار العربية والعالمية يعني أنت عرف أن انتقاد الصحافة مشكلة لأن الصحافة يعني الكل يعتقد بأنه يقدم عمل صحفي متميز متصحفي بعد دكتور إنما أنا راح أقولها توجهة نظري أنا أعتقد بأن الصحافة الكويتية قبل الاحتلال نعم كانت عربية كانت مهتمة بالموضوع العربي بعدها شيئا فشيئا أصبحنا محليين جدا عدا التطور الآخر في وسائل التواصل الاجتماعي والتالي صار فيه يعني نوع من التوازن أنا أعتقد كثير مننا أنا واحد منهم يقرأ الصحف على على الآي بايد الصبح نعم يعني قليلا ما أرى ما يعني لا تمسك جريدات جريدات هذه واحد اثنين أيضا في عندنا الحقيقة مجموعة من الجرائد بدون أسماء أو واحدة أو ثنتين على الأقل نعم فيهم حرفية أنا أشعر لما أقرأهم أنهم فيهم حرفية بعضهم لا بعضهم قصوا لسق مع الأسف يعني وكالات الأنباء الآن ما عادت الجرائد ما عادت نيوز بيبر يعني ما عادت وسيلة لنقل الأخبار أصبحت فيوز بيبر جرائد نشر الأراء نعم وهذا موضوع لو تشوفين أنتي مثلا قليل أو يعني إلى الآن ما كثر الحديث اليوم في العالم الحقيقة في المنطقة أيضا بأننا نحن متجهين إلى الجريدة المقروعة على النت الجريدة الإلكترونية بالتالي نحن شايفين مثلا جريدة النهار اللبنانية قاعدة تضعف سفير سكرت على كبير من الجرائد سكروا في العالم العربي نعم دكتور إن شاء الله راح نكون مستمرين معاك بالحديث الجميل هذا بعد الفاصل بإذن إذن كاملين حوارنا مع الدكتور محمد برميحي دكتور أنت تكتب في صحف عربية في الأهرام والشرق الأوسط هل تشعر بتأثير مقالاتك خارجيا أكثر بما هي محليا ولا الوضع هو اختيار خنقول جراءة ذات قيمة أنت حاب أنك تشارك معها بالله من ما يأتيني أنا من ردود الفعل أشوف أن في محلي وخارجي نعم يعني بجانب من مقالاتي بينشرها في الشرق الأوسط وفي الأهرام إلا أن أنا أحطها أيضا على تويتر على حسابي في تويتر صح فالناس تقرأها وبالتالي في بعضهم يعني يأما يعمل لك لايك يأما يكتب تعليق بعضهم بيكون يعني تعليق أيضا في بعض الأوقات حاد نعم لأن أيضا لوجهة نظرة وجهة نظرة صحيح بس دكتور لما تكتب في جريدة الأهرام والشرق الأوسط يعني كلهما يصدر في بلد هل أنت حريص في كتابة كل مقال بما يتناسب مع هذه الجريدة أو المجتمع اللي يقرأها ولا حاليا مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي صار ما يفرق هذا الموضوع لا أنا في الشرق الأوسط أكتب للقارئ العام نعم وفي الغالب القارئ الخليجي يعني وجوز منه العربي في الأهرام أحرص أني أكتب التوجهات لإخواننا المصريين لأن المصريين في الغالب لا يقرأوا للأهرام نعم وبالتالي تعرف في مثل قديم جدا نحن تعلمناه في الصحافة أن اللي يموت في مصر وما ينشر اسمه في الأهرام لسه ما متش وبالتالي وبالتالي موضوع الأهرام موضوع مهم للإطلالة على القضايا اللي لها علاقة خليجية ومصرية يعني أكتب بهذا التوجه بس الغريب شنو أن هذه الجرائد لا زالت محافظة على قوتها على انتشارها على عكس مثل ما أنت قل ذكرت قبل شوي مثلا هناك جرائد لبنانية سكرت شنو السر؟ يعني أنا حقيقة قرأت في هذا الموضوع لا في بعض الجرائد والمجلات التي يعني لم تشعر بمزاحمة وسائل الحديثة يعني أعتقد في بعض الجرائد في بلدان جنوب شرق آسيا توسعت يعني تقدم تقدم خدمة يحتاجها الجمهور في مجلة مثلا مشهورة جدا أنا أقراها دائما كل أسبوع اللي هي الإيكونوميست الإيكونوميست مثلا مجلة بذات تسوية عالية جدا وتزداد انتشارا وهي مجلة أسبوعية لأن الحرافية هنا عالية بشكل جيد لو تقرأ إنتي الإيكونوميست يعني لا فيها واحد يكتب محمد أو يوسف أو جاسم يعني كل مقالة يكتبونها ثاني ثلاثة ساعات يضعوا أسماهم ساعات لا يضعوا أسماهم بس هي ما يسمى بالمقال المقال المقال بحثي نعم هنا فكرة سميتها عن المهنية إنما في بعضنا على الأقل يعتقدنا الصحافة هي أن يعني يحط له صورة حلوة ويكتب أي كلام هو في القهوة مثلا فهذه ليست صحافة أنا واحد من الناس اللي يعني أكتب أنا أنشر يوم السبت أرسله يوم الأربعة قبلها بيومين بس أبدأ أفكر فيه من يوم الأحد نعم وأكتبه مرة ومرتين وثلاث يعني أضيف ونقص يمكن أكثر من مرة أيضا وأبحث عن المعلومة يعني لابد لازم تقدمي أنت للقارئ معلومة جديدة في كل ما تكتبين جديدة دكتور قاعد نتكلم عن الصحافة والجرائد بشكل عام متحضرتك كنت رئيس جريدة أوان أوان أخيرا صوت الكويت نعم وصوت الكويت طبعا أقام الوقت الاحتلال نعم فأكلمنا عن التجربة هذه تجربة صوت الكويت مهمة جدا لأنها ظهرت في مرحلة كان يعني تعرف كان كنا احتلال وصدرت بعد أسبوع تقريبا أو عشرة هيام من الاحتلال نعم وأذكر كان يعني شخصين أساسيين كلموني كنت أنا في إسبانيا وقتها في إجازة وتحدث معي الشيخ ناصر محمد زمو الشيخ ناصر الذي أصبح رئيس وزراء نعم وثم أعطى التليفون لسمو الأمير الشيخ صباحه كان وقتها وزير خارجية وطلبوا مني أن أقوم بهذا العمل فرحت إلى لندن كنت أبحث عن صحفيين فشفت واحد من إخواني اللبنانيين أنا أعرفه من فترة طويلة أشتغل في الخليج رجل فاضل جدا اسمه شوقي رافع شرحت للموضوع التقيت فيه بالفندق بالصدفة وكان من أمريكا قال لي متى تريد أن تبدأ قلت له أمس يا الله أمس لأن نعم مستعجل فبادئنا نطلع الصحيفة أربع صفحتين الأول بين أربع صفحت هذا باين عملها جريدة بس كان وقت صعب جدا كانت تتخفف على الكويتيين وقتها في الغزو أعتقد نعم كنت أكتب فيها أنا افتتاحية يومية وبعدين طلعت الابتتاحية هذه في كتاب وشرحت أيضا يعني موضوع الغزو في هذا الكتاب سميت أعتقد الأخوان صوروه صباح الخير يا وطني شيء من النوع يعني هذه استقطبت أيضا عدد كبير من الكتاب وقتها من الشباب الكويتيين قضية قضية عربية قضية كانت عربية وكانت يعني كانت دفاع كبير في ذلك الوقت أيام يعني تذكر وإن شاء الله ما تنعاد ولكن أنا طبعا جمعت كل هذه الأعداد بس للمعلومة التاريخية وقدمتها هدية لإخواننا في المكتب الوطنية فأي باحث في المستقبل يستطيع أن يعود إلى أعداد صوت الكويت في المكتب الوطنية أوان عملناها 2006 وأيضا كانت على طريقة البيوز بيبر اللي هي وجهات النظر إلى آخر هي استمرت سنة ونصف أو سنتين كنت مخالفة دكتور قاعد يقول بأن الأخبار هي أفضل من أنك تعرض فقط أهراء لا أنت فهمتني غلط أنا كنت أقول أن القارئ يريد تحليل للأخبار وليس فقط الأخبار الأخبار يمكن أن يحصل عليها من الراجل من أي مكان من أي مكان خاصة بوجود وصائل التواصل الاجتماعي إنما التفسير هذا الأخبار تحليلها هو المهم لأنك تصنع رأي عام وبالتالي يجب أن تقدم بالرأي العام معلومات دقيقة حتى يستطيع أن يتخذ القرار نعم جميل دكتور في وقت سابق وقبل ظهور وسائل التواصل الاجتماعي نقدر نقول أنه كان هناك نخبة من المثقفين وهم الذين ينشرون الثقافة والناس تاخذ من رأيهم حاليا مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي اختلط الحابل بالنابل صار الكل يكتب والكل يعبر هل انت شايف أن هذه ظاهرة ايجابية أم فعلا النخبة بحاجة أنها تستعيد مكانتها كما كانت في السابق ظاهرة ايجابية لا ما أعتقد أنا ظاهرة ايجابية يعني أنا مثلا أرصد البي بي سي العربي كلهم صفح اسمها وفي عندهم برنامج اسمه من المستمعين من رصدي أنا الشخصي وجدت أن من يرفع التلفون على البي بي سي يعني هم عندهم سؤال بالليل يحطون سؤال يوم الثاني يمكن سمعتوه يوم الثاني تسمعي الإجابة صحيح لو تابعتي أنت المجيبين راح تلاقي هم عشر اتناعشر واحد نفسهم كل يوم يتكرر يشاركون بشكل مستمر ويشاركون بدون يعني مش كلهم ولكن كثير منهم يشارك بلا علم عند وجهة نظر سياسية ويقول وجهة نظر سياسية لأن البي بي سي الإنجليزي ما في واحد يتكلم في الراديو مثلا أو التلفزيون يقول لك مثلا the son of smith أو son of jones يعني جماعتنا يقول لك أبو أحمد أو أبو سالم من هذا أبو أحمد أو أبو سالم حيح يعني حتى المعنية واضح أنها هي ضعيفة لذلك خوالنا في البي بي سي يعني يزعلوا عليه شوية اي زعلتم يا دوتر وانت ما شاء الله يزعلنا ناس وانت حصلت على جوائز كثيرة يعني إذا محلية فهي جائزة الدولة التقديرية وأيضا خذت لقب أو جائزة فارس من فرنسا وسام فهذه الشغلات يعني 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 أعتقد أنه يعني بعض المؤسسات أعتقدوا بأن أنا ما قمت في المتواضع هذا يستاهل أن يكرم وبالتالي يفعلوها يعني أنا طبعا ممتن لهم وشاكر نعم ولكن أعتقد أن ما قمت به هو ما أعتقد بأنه واجبي في الحياة جميل دكتور دعنا ننتقل شوي للأدب والكتابة في الأدب حاليا يمكن لاحظت انتشار أقلام شبابية خصوصا في مجال الرواية سواء محليا أو على المستوى الخليجي أو العربي هناك استخدام للهجة العامية في كتابة الرواية مع أم ضد هذا التوجه أنا لا أعتقد اللهجة العامية المحلية هي يمكن أن تنتشر يعني ممكن تكون معروفة خليجيا أو في بعض الأوساط ولكن ليست بالضرورة أنها معروفة في أماكن أخرى يمكن اللهجة المصرية مقبولة لأنه لدينا تلفزيون وإذاعة كنت ثوني نجيب محفوظ كتب باللهجة العامية نعم وطعمها أيضا باللغة العربية دارجة لكن بالحوارات كان دائما يكتبها صحيح قلت عن اللهجة المصرية لأن اللهجة المصرية صارت معروفة ومنتشرة بسبب الأفلام بسبب التاريخ المصري بس مثل ما تفضلت لدينا كتاب ممتازين وجيدين وأنا يعني قرأت مثلا رواية زمين الأستاذ اللي هو نجدي اللي هو رفاعي كتب رواية مهمة وجميلة جدا فأنت أمام يعني أمام ثورة في الرواية وأنا أعتقد الرواية هي مستقبل السرد ونحن عملنا مرة ندوى عن السرد لأن هي ممكن تقدم لك شيء من الخيال وشيء من الواقع وقراءة الروايات منتشرة أيضا في الغرب وأعتقد أصبحت لدينا أيضا الشباب الكويتي يعني الشباب الكويتي أو حتى الخليجي في جزء من بدأي يعني حتى المرأة السعودية مثلا عندها نشاط كبير في هذا الموضوع بس هل هي كتابات فنية عالية المستوى أو لا هذا موضوع يحتاج إلى بحث في بعضها صحيح ولكن أعتقد بعضها يحتاج إلى حرفية لأن كتابة الرواية هي فن بحد ذاته وليه تكنيك معين وخاصة إذا تخلط بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع هذه وجهة نظرك لكن دكتور أريد أن أكرر سؤالي مرة ثانية الشاب الكويتي لم تتكلم عن الشاب الكويتي عن إنجازات في كل المجالات عن حتى الروايات عندنا شباب الكويت خذوا جوائز عالمية سعودستان أوسي وغير من الشباب هل أنت مطلع على وضع الشباب الكويت أنا كتبت عن عندي هذا الاهتمام النقدي كتبت عن ساق البامبو كتبت عنها نقد ونشر كنت أتمنى أن يتوسع في موضوع العلاقات الاجتماعية خاصة غنيمة المرأة الكبيرة وموقفها من الزواج لبناتها إلى آخر هذا كان ممكن يتوسع فيه عندي شعور يمكن شوية هو التجع إلى نقد يعني ربما خارج ما أعتقد أنا أنه موضوعي للمجتمع الكويتي لأن يعني مش كل المجتمع الكويتي أعتقد أنا أن عندهم ابن يعني يقعدون عند الخدم يعني هذه أعتقد فيها شوية من المبالغة نعم دكتور لو انتقلنا شوي إلى نشر الثقافة اللي الدكتور تكلم عنها في بداية الحلقة الثقافة اللي ترتقي بالإنسان الثقافة اللي ترتقي في المجتمع وتخلق مننا فعلا مجتمع بناء ومتقدم من المسؤول في هذه المرحلة الصعبة اللي نحن نمر فيها على نشر ثقافة تنهض بالإنسان مرة أخرى وتخفف في السلبيات اللي نحن قاعدين نشوفها طبعا يمكن تكذكرت الأهل والمدرسة لكن أعتقد حاليا في وسائل موجودة ممكن تسهل نشر هذه رسائل بشكل أفضل يعني الإجابة على سؤال حضرتك هو يمكن في ثلاث أربع كلمات اللي هي صبر القراءة مرة أخرى صبر القراءة أنا أدخل على طلابي وطالباتي وأسألهم السؤال الأول يا بنات أو يا شباب شنو الكتاب اللي تقرأوه ساعات واحدة ترفع يدها تقول قرآن الكريم نعم كلنا نقرأ القرآن نعم لاحظتي يعني موضوع أو اذكري لي أو اذكر لي آخر كتاب قرأته أو اذكر لي الكتاب اللي تقرأه الآن موضوع الصبر على القراءة هذه مهمة جدا نعم القراءة هي مفتاح الثقافة كل ما قرأنا أكثر كل ما صار عندنا خبرة أكثر لأن أنت وانت تقرأ الكتاب تستفيد من الخبرة الكاتب نعم بدون ما تمر فيها أنت شخصيا وبالتالي يعني هذا هذا القراءة طبعا الثقافة بشكل عام مثل ما قلت أنا اللي هي في تصور هي معرفة والمعرفة عن طريق القراءة والمعرفة أيضا متغيرة يعني ما نعرفه اليوم قد لا يكون لا يناسب نفس المستقبل ومهارة نعم اللي هي مهارة الحديث مهارة الكتابة مهارة التواصل الاستماعي للناس أيضا مهارة وأيضا يعني ممكن يعني مثلا ممكن يكون فيه عندنا مخرج مسرحي لديه مهارة لديه معرفة بالتكنيك كماذا ولديه أيضا مهارة في الإخراج ولكن ليس لديه موقف إيجابي من الحياة يعني مثلا يطلع لنا مسلسل أو مسرحية لا سلبي تتحدث عن اضطهاد الآخر مثلا أو عن ترفع عن آخرين إلى آخرين موقف الإيجابي من الحياة هذا مهم جدا نحن أولا بشر كلنا أولا تسعة لازم نعرف أننا عنا مهم وأنت مهمة وكل زملائنا مهمين والشاب الذي يبنى الشاي هذا مهم أيضا لأنه يقدم لنا خدمة يعني هذا النوع من وبالتالي الثقافة أيضا يعني شغي لو ثقافنا لو كان عندنا يعني والثقافة لها مثل ما قلت عن مستويات بس خبولك عن مستوى واحد لو كان عندنا ثقافة صحية وفرنا نصف فلوس الأدوية كلام مضبوط نعم كتام جميل دكتور شكري لك وجودك جدا ويانا دكتور محمد رضيح استاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة الكويت شرفنا ونورت أنا سعيد فيكم شكرا لك دكتور على هذا اللقاء المميز منالك كل التوفيق ومشاهدينا طالعين فاصل الغير وبعدها مكمل إن شاء الله